سألوني هل أنت مغربي؟ قلت للأبد قالوا هل الشبل المغربي صامد؟ قلت أصغرنا أسد تاريخ عظيم ووحدة من أقدم الممالك في العالم أريد أن أذهب إلى المغرب 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 أحد من أجل المغرب أصدق تعبير سمعته عن المغرب هو تشفيه الملك الحسن الثاني للمغرب بشجرة شدورها في أفريقيا وهواها بتتنفسه من أوروبا عندما أفكر عن المغرب المغرب أريد أن أذهب إلى هذا المكان المغرب المغرب أول المغربيات صاحرة ولكنهم صاحرة بجمال قوة وقدرين يؤفوا معك بالأزمات هناك فقط أحد الأشياء التي أطلقني عندما أتكلم عن المغرب وعندما تعرف ما؟ إنه أرغم المغرب تعرف كيف نريد أن نكون جميلة؟ هناك الكثير من أمامك في باريا بجلح بشاوال، أكبر، فنجة، تاربيبة في السلوكات الأخرى فاستين لدي الزمان أكبر مزايا فاستينيو لأن تلكية موروكوية فاستينيو أحب في المغرب أكلها المغربية منطاج المغربي وكسكس مغربي وحريرة مغربية القفطان المغربي لأنه موجود في الإمارات ونستطيع أن نلبسه في كل المناسبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام أهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنتمنى ويلقاكم بالصحة وعافية وأحوال تامة اليوم الأخوة نتكلم عن المغرب اللي كي يطرت فرنسا بعد شارك 40 سنة وذلك نتكلم عن الدول اللي هكو اللي كتفبرك الخبر دي الاستقبال خية في البرلمان الفرنسي قام معي الإخوة نشوفوا تفاصيل دي هذا الموضوع دائما كنتمنى منكم لايك والبرتاج لهذا الفيديو وهذا فضلا منكم وليس أمرا ودائما نحن مستمرين في القضية المقدسة عند الشعب المغربي العظيم اللي هي قضية الصحراء المغربية الصحراء أو في مغربها والمغرب في صحراء ايه ولا عزاء للحاق الدين وعاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالب إلا الله على بركة الله قد ندخلوا صور بموضوع وهذا الصورة اللي أمامكم إخواني أخوتي هي مشموعة دي العناصير دي المرتزقة اللي بندراتهم الدرون المغربية الصورة بطبيعة الحال جديدة وكان أخبار كتقول باللي هاد المرتزقة كانوا يعني هاد القفيلة كانوا غادين في الطريق باش يتاجهوا من أجل استعداد لنسف من فرنسا لذاكار كانت بغا تهدد تهديدات دي البوليزاريو ولكن ماشي مع المغرب المغرب ما كيلعبش والدرون تبارك الله إليها قامت بالواجب والنتيجة عشاء دي العناصير رغم طيحين كما كتشوفو فسوه هاد البلاصة هي منوها ولكن مع تنسيق مع المينورسو كيجو لأليات وصيارات دي البوليزاريو دي المرتزقة وكي ياخدوا الجوتات ديالهم وكما كتشوفو راه هنا يصيارة ديال المينورسو فالأمر واضح لقرب المنطقة العزلة ميلوم غير رسوه انتقلوا لموضوع الاخر وغدينشوفو نهار شنو كتقول الجريدة ديال نهار تيفي تضامن فرنسي مع الصحراء الغربية هل سيقطع المخزن العلاقة دياله وسائل اعلام جزائرية مسك تاتش هل يقول ضربة موجودة للمخزن هل يقول ضربة قوية هل يقول سلطانة خياء هزمة المخزن مهم بلبلة كبيرة هنا اخواني اخواتي هاد شي كله كدوف كدوب الصور اللي كينا هي مجموعة ديال عناصر فيعلن ديال مرتزقة كي تجولو في مبنى ديال برلمان الفرنسي مع نائب فرنسي وهذا نائب الفرنسي احنا عارفينه ومعروف باللي دائمان هو دعم المرتزقة ممكن انكم ترجعوا الفيديو السابق اللي درناه البارح اللي قلت لكم بالبرنامان الفرنسي ممكن اي مواطن سواء فرنسي سواء مغربي سواء جزائري انه يدخل البرنامان الفرنسي ولكن بشرط الشرط الاولي يخص يكون حط الطلب ديالو قبل من شهر وتكون الزيارة في يوم ما فيه شي جلسة رسمية او حداث رسمي صور اللي طلعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي طلعت الدول اللي هوك والصحافة ديال المرتزقة هي في مناطق متعددة اللي كتبين هي باللي هي جولة سياحية يعني بوص بعمل كي يخدوك يقول ضربة موجعة للمك كان عليه ينشر صورة ديال المرتزقة وسط البرنامان يكونوا قلسين مجموعين في البرنامان ومعهم الوفود وكذلك سلطنة خي تقول كلمة ديالا هنا نقول لكم برافو هنا نقول لكم باللي هدي ضربة مو دوية او موجعة للمخزن وهذا الشي غير بالبالان اللي نوضاته الجزائر اكدات باللي ما عندكم انتصارات يعني دولة وهمية كيان وهمي ممثلين وهميين حتى الانتصارات ديالكم هما انتصارات وهمية بالنسبة لهاد النائب الفرنسي اللي خارج معهم في الصور فهدا يعني كان عرفوه باللي كي يحلب الفلوس ديال الجنرالات كيد حم الأطروحة ديال بوليزاريو ايضا في الانتصارات ديال الدولة اللي حكم معهم المرتزقة فشل في فشل وانتصارات وهمية هنتقلوا الاخوان الموضوع الاخر واللي فيها المغرب كي يطرد فرنسا من واحد الشراكة اللي كانت اكثر من 40 سنة هنا اخباني اخوتي 40 سنة ديال الشراكة الفرنسية المغربية في ميديان اللي فيها المغرب غادي يطرد رسميا فرنسا من هاد الجهاز الاعلامي والخبر من مدار 21 كيقول بعد ازياد من 40 سنة فرنسا تستعد لانسحاب من المجلس الاداري لاداعة ميديان يعني فرنسا الاخوان غادي تطرد غادي تجمح واجهة وميديان تيفي غادي غادي تدخل حتى هي للريبات وغادي تدخل الاداعة ديالدوزيب للشراكة الوطنية وهناي هذا هو بداية تطرد هاد الكيان فرنسا الاخوان الى جينا ان تكلموا فرنسا ما كانتش ضد الوحدة التورابية ولم تشهر بذلك يعني فرنسا ديما كانت قريبة من مغربية الصحراء او قريبة من دعم ديال المقترح ديال الحكم الداتي تحت السيادة المغربية ايه فعلا فرنسا عمرها مصرحات يعني رسميا بالدعم ديال هاد المقترح ديال الحكم الداتي ولكن وخاهي يا الاخوان كاتمتلك حق الفيتو ما كانش ضد القرار ديال المغرب ديال 26 صيفر جوج الى ان الجزائر كانت دائما محملتش القرب ديال فرنسا من الصحراء المغربية ودائما كاتقلب منواشات اضافة الى ان ماكرون عنده الحيسب دياله يعني فتحه في المناطق الصحراوية كان في اقادير الايوم المغربية كالفرنسا الوضوح ينظر الى الى اولوبيه الى انرديا لا تشلد المغرب لانهم انسان المغرب كالفرنسا المغرب قادم والدول عثم ايجران الوازن في المرندة أمريكية ي Jared Damas شرعوا هي ان يتجربها anci denominacy تخرج من النفاق السياسي مع المغرب يعني تدعم المقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعني تدعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية يعني هذا هو طلب اللي كنت طلبه من فرنسا فرنسا دارها تقدم المغربي في افريقيا دارها كذلك انفتاح المغرب على الدول العظمى كذلك ما عجبهش تقارب المغربي الاسباني هذا هو لدار فرنسا وماكرون الشيطان يعني هو كي يضرب من هنا ومن هنا من جهة هو محتاج للغاز يعني محتاج للجزائر ومن جهة هو محتاج للمملكة المغربية هنا ماكرون شد لصام الوسط يعني ما بغيش يخسر للجزائر وما بغيش يخسر المغرب ولكن جلالة الملك في الخطب ديله الاخير ديل بمناسبة طورة الملك والشعب هنا جلالة الملك صفت رسالة مباشرة وواضحة لفرنسا يعني ايات خرج من المنطقة الرمادية يجمع ويشك يعني لا اتفاقيات لا شاركات لا علاقات ولهذا كنلاحظوا بزاف ديل الاحداث كيوقعوا في المغرب الاستفزاز الجزائري مقالة مستفزة واخر حاجة هي الاحتداء على المنتخب المغربي الاقل من 17 سنة كنشوفوا قيس تقبل زعيم الميليشيات ديل بوليزاريو استقبال رئاسي وعلى الطب يعني الحمر وهذا الاستفزاز عمره مكان فش رئيس لا تونسي ولا جزائري هنا اخواني اخواتي احنا عارفين باللي هات الشي كامل هات الزوعة جاية من ماكرون ماكرون شد العصام الوسط ما بغيش يخسر الجزائر ما بغيش يخسر المغرب ولكن المغرب بالموقف ديالو كيبيين الفرنسا باللي مغرب الامس ليس هو مغرب اليوم ويم اخواني اخواتي هذا هو الموضوع ديالنا كنتمنى انكم تدعموا هات القناة بالاعجاب والبرتاج كذلك الاشتراك وهذا فضلا منكم وليس امرا تحية لكم كبيرة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته